الانشقاقات الداخلية داخل تنظيم داعش كانت من بين أسباب انهياره وكان المقاتلون الأجانب وخصوصا الغربيون فتيلا أشعل حريق الصراعات داخل التنظيم عندما تعلق الأمر بتوليهم مناصب قيادية هؤلاء القياديون من دول غربية هم الآن رهن الاعتقال بالمئات لدى قوات سوريا ديمقراطية وترفض دولهم استرجاعهم نتعرف على تفاصيل أكثر حول بعض أبرز هؤلاء المعتقلين مع رامي شوشالي من المؤكد أن الضربات اليومية التي نفذها التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق وتصدي قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من القوات الأخرى المقاتلة ضد التنظيم ساهمت بشكل كبير في القضاء على التنظيم ونسف حلمه بإقامة دولة الخلافة المزعومة ولكن أكثر ما فاتك بالتنظيم وأنهى استمراريته وقضى على قوته في الصراعات والانقسامات الداخلية بين أفراده المصادر الميدانية كشفت منذ مدة بأن داعش قام بقتل عشرات المقاتلين من أفراده ومعظمهم من المهاجرين بعد أن شهد تنظيم حالة غليان لدى أفراده المحليين الذين رفضوا تولي مقاتلين من جنسيات أجنبية وخصوصا غربية لمناصب قيادية وكان هذا شكلا من أشكال الحرب الداخلية التي شهدها التنظيم هؤلاء المقاتلون الأجانب القادمون من أوروبا وأستراليا وأمريكا تم اعتقار المئات منهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية وأشهرهم سامير بوغانا المعروف باسم أبو حرير المهاجر إيطالي الجنسية اعتقلته مؤخرا وحدات الحماية الشعبية الكردية خلال عملية خاصة نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها سامير بوغانا كان يتولى مهام نقل الأسلحة من تركيا إلى داعش وكان مسؤول نشاطات المرتزق الأجانب في غربي كردستان سوفيان ألماني من مدينة شتودغارت اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية ورفض الكشف عن اسمه الحقيقي في حديث له مع وكالة فرانس بخاس وقال أنه ندم وأنه ليس بمقاتل ولكن مجرد مدني جرى خداعه وأن عمله الأساسي خلال فترة سيطرة داعش على مساحات واسعة من سوريا والعراق كان صناعة أطراف صناعية وأحذية صحية أدغيان جيال الملقب بأبو أسامة الفرنسي ولد سنة 1983 في فرنسا واعتنق الإسلام عام 2003 وتأثر بالفكر المتطرف واعتقل في فرنسا عام 2010 بتهمة انتمائه للمنظمات الإرهابية ثم أفرج عنه لاحقا لينضم إلى تنظيم داعش ويعبر إلى سوريا في 2015 وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت القبض عليه في شهر مايو الماضي البريطانيان من مجموعة كانت تلقب بـ The Beatles من قبل الرهائن الذين وقعوا ضحية لهم قتل منهم اثنان وقبض على اثنين آخرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية أولهما أليكزاندا كوتي من أصول كندية وقبرصية يونانية وكان يتردد على مسجد المنار في غرب لندن وصفه جيرانه بأنه هادئ ومتواضع وكان مشجعا متحمس لفريق كوينس بارك ريجرز لكرة القدم ويعتقد أن مهمته كانت تجنيد بريطانيين للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية العنصر الثاني البريطاني هو الشافعي الشيخ كانت له علاقة بجماعة الإعدام والتعذيب الذي شمل الصدمات الكهربائية والإهامة بالغرق والإعدام الوهمي والشيخ هو نجل لجئ سوداني وكان قد ذهب إلى سوريا في عام 2012 وانضم لتنظيم القاعدة هناك قبل أن يتحول إلى تنظيم داعش وتم اعتقاله كذلك من القوات الكردية وكانت موفدة أخبار الآن جينان موسى قد أجرت معه لقاء مطولا في مكان اعتقاله قبل أشهر هؤلاء المقاتلون الأجانب وغيرهم من مقاتلي تنظيم داعش يشكلون حبءا عبءا حقيقيا على الإدارة الذاتية في شمال سوريا وبشكل خاص الأجانب منهم إذ وقع عدد كبير من مقاتلي التنظيم في الأسر إثنى العمليات المتلاحقة بدعم من التحالف الدولي وتم تحويلهم إلى سجون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتنشط هيئة العلاقات الخارجية في التواصل مع الدول الأجنبية من أجل إجلاء رعاياها إليها لأن هذا النشاط غالبا ما يصدم برفض استقبالهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن الداخلي ترجمة نانسي قنقر